بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة في الفيديو ده هنتعرف على كيفية إلغاء دخول ويندوستين عن طريق كلمة المرور من الطبيعة ومتعرف ان ويندوستين بيطلب منك كلمة مرور عند الوقت التشغيل او حتى لما تعمل سليب للجهاز او ما تكتف تفتحه تاني بتلاقي انك انت مضطر انك تكتب كلمة السر ده ممكن يكون مزعج لبعض الناس لانا نكونش مثلا فالق معها وجود كيمة السر على الجهاز بتاعها بتحب ان هي تلغي الموضوع ده طبعا ده ده الوجهة اللي هتقابلك مع بداية تشغيل اي جهاز هيطلب منك الباسورد اللي انت مفهود عملته ساعة ساعة تستيب الويندوست بطبع انك تكتب الباسورد بعد كده تخش على الويندوست بشكل عادي جدا احنا هنتعرف ازاي ممكن ان احنا نلغي الطريقة دي او هنتعرفها لعكتين بمناصة اما ان احنا نلغيها بس لمجرد تشغيل الجهاز يعني احنا هنتشغل الجهاز بس ما يطلبش منك الباسورد بس لو احنا عملنا سليب مثلا الجهاز وجانا نفتحها تاني لازم يتفتح بباسورد او ان احنا نلغيها بشكل كله اول حاجة هنكتب في الاسرع تحت هنكتب netblwiz ونختار الايكونة دي هندها هتخللك هواريك المستخدمين اللي موجودين على الجهاز فاليا aumentar الاجئة ممjoint انك لازم الناس تكتب الباسورد واليوزر نيم عشان تستخدم الكمبيوتر احنا هنشيل العلامة من هنا وندوز ابيلاي هيطلع لنا الرسالة دي ويطلب منك انك تكتب كلمة المرور او كلمة السر اللي انت عاملها اساسا قبل كده يكتبها مرتين وبعد ما تكتبها مرتين تدوز اوكي كده فعاليا خلاص انت كده لغية كلمة المرور بمجرد ما انت تعمل ستارت الجهاز هيشتغل عادي كده مغير كلمة المرور بس اللي احنا عاملية دوقتي حاليا هيرغي الدهول بكلمة المرور من طريق مفتح الجهاز لكن لو احنا هزيبقى نميليها بشكل نهاية فنضطر ان احنا ندخل على نكتب هنا في السرش وichtear user accounts اخش هنا وبعدين ندخل على sign in option هنيجي هنا بالحدة يلي هي require sign in ونخليها never كده فعاليا الجهاز خلاص كده هيشتغل من غير اي حاجة بمجرد ما انت تعمل ريستارت الجهاز هشتغل عادي معك وهيدخل من غير كلمة السر تماما واشتغل بكل سهولة بدون اي مشاكل هنلاحظ لنا بداية تشغيل الجهاز ان هو هيتخطى تماما زي ما شفنا قدامنا وباشرة هنتخطى كلمة المرور بدون ما يطلب منك ان انت تعمل تسجيل دهول مرة تانية وهيدخل على الويندوز تلقائي بدون اي مشاكل زي ما نشوفه قدامنا زي ما لاحزنا ان الجهاز ان الجهاز دخل مباشرة على الويندوز بدون ما يطلب مني كلمة مرور سواء اعملت سليب او اعملت ريستارت او او ادواتي او اطفيت الجهاز خالص واندعته مش هيطلب تماما كلمة السر شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة